بعد كده بيكلم على السماء وما بناها مين اللي بناها؟ المولى عز وجل ففي هنا ضمير مستاتر تقديره الله سبحانه وتعالى أن السماء والباني بس قدرة القرآن في الإعجاز القرآني أنه لم يذكر اسم الله هنا ولكن قال والشمس والسماء وما بناها يعني هو مين اللي بناها؟ فرعون؟ إلا أنا ربكم الأعلى أما أعتقدش الله سبحانه وتعالى صح؟ طيب السماء يبقى اللي بناها يبقى معنا هنا قدرة هنا بقوا سبعة بقوا ثمانية والأرض وما تحاها مش قلت بعد كده والأرض بعد ذلك دعاها الأرض زي البيضة دحها البيضة سبحان الله يبقى مين اللي دحاها؟ المولى عز وجل ونفس وما سوى مين اللي سوى؟ الحمد لله السلامة يا جلس مين اللي سوى النفس؟ المولى عز وجل يبقى ثلاثة داخل فيه المولى عز وجل فقال العلماء هم عشرة وليس سبعة الظاهر سبعة ولكن الكامن عشرة الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى من فعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى 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 الآن. الفن ، هو مرحبا أو مرحبا هذا؟ يوم هو مرحبا أو مرحبا؟ ربا يجب أن تسمحك. لا ، هو يقول في الجددiful. المرحبا أو مرحبا؟ يوم هو طويلة أو مرحبا؟ أظهر، الفن ، حمد ، ، أكثر! كيف يفعل ما هو مرحبا؟ سماء مرحبا؟ لا أعلم بأسئلة إنه أمريكاً لكن الإنجليز هو بأسفل صحيح محمد؟ أنا فقط أرى بأسفل أيضا الزواهر الطبيعية التي ربنا أقسم بها سبحان الله إقاع وقافية رهيبة في القرآن طبعاً ده أعجاز القرآن يقول الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار جلاها والنهار يغشاها والنهار سواها إقاع مثل موسيقى سبحان الله يقول إن عربي قافية آها 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 ده سبحان الله الإقاع الإلهي الرباني اللي بنظم الآيات دي كلها أكيد إحنا مش نخش نفسير القرآن يعني لا أعلم القرآن كيف يقول قافية فقط أعلم لك الله سبحانه وتعالى سوار بهذه المهمة يعني المولى عز وجل لا يقسم إلا بشيء له قيمة فقط أعلم فقط أعلم فقط أعلم فقط أعلم فقط أعلم يكون والسماع وما بناء من تبقى العربي من تبقى العربي؟ لا يقول الله يقول العربي؟ من تبقى العربي؟ ما يقوله؟ لكننا نعلم الأرض 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 دحاها نحن أعلم مثل الأرض أعلم لكن لما تمشي أي وقت على الأرض عمرك حسيت أنها مكورة هكذا السبب يشيرك هناك لن نشعر مية أم الفاتحة أو هكذا المنع من جميلة الله القدرة إلهية من عند المولى عز وجل يكول الشمس وضحاها ولكف رائعا هو ذو الحمد ولكف رائعا هو ذو الحمد ودععا هو ذو الحمد عندما أحرار الله مع رأيك يكف وكما يكون مكفى and this is the best time that we would do activity working عز الوقت للشغل بعد الصلاة والفجر وعز الوقت للعلم ونقاء الزهن بعد الصلاة والفجر after the federal time the best time the best time to do your knowledge study or you do exercising or you do your job after the federal time this is the best one and after that القمر إذا كان إذا كمار مون كان ذلك يعني ميت القمر الحقيقة القمر له سحر جليل جدا يعني المتحدث عن المون و الوقت المون عندما تظهر في السماء الوقت المون يجب أن تجد تقريبا الله سبحانه وتعالى يقول زينا السماء الله سبحانه وتعالى يجب أن تجد تقريبا فعلا الممتعة حتى الشعراء لما يحبوا الكلمة على الحب والعطفة يتكلموا فقط الليل صح مفيش واحد يحبوا واحدة في الظهر يحبوا ينجيها أبدا إنما بالليل يحبوا بعضه وينجوا بعضه حتى المنجاه الإلهية في الليل لذلك يحبوا الناس في الظهر نظر 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 تقريبا تقريبا نظر 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 إنه إلي نظر 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 تتفيد ممتاز جيوارح وفي الجيوارح مغرور يعيش لروس إذا لابد النظام لابد النظام يحصل للمنظام أكثر من الوظفين في الوظفين أو 5 أو 10م الحاول الوظفين والكتاب يوم كلام العقل عنده منقش طبيعي يعني تكوينه بيبقى زي أبسايد دون لكن الوضع الطبيعي دون حرام حلال نحن بحرام وحلال اذا كان لديك عمل يجعلنا الليلة يجعلنا النهارة مع عشر ويجعلنا الليلة ليس لذلك الوقت العمل الوقت العمل الوقت العمل صحيح؟ والنهارة مع عشر ولا ايه؟ اه نسي بكى جين فو ده صن و ده دي النهار والشمس والشمس وضحاها والقنري إذا تلاها والنهار إذا جلاها لما بيجي النهار بيوضح لان فيه ناس قالوا على كادة الشمس وضحاها اللي هو الظهر طيب أو يعني النهار فقال له علماء لا قالوا بدريب ان بعدها طول لما تكلم عن النهار قال ايه؟ والنهار إذا جلاها لو جلاها يبقى هو ده النهار لكن الظهر ده أحلى وقت السلام هو ده حروق تعرف الظه وقت الاحتمال لكن الثالث ثم الليلة مجرد الهارات الهارات من سورة شامس من جوز أعمى والليل إذا يرشها إذا جاء الليل بيجي بالغطاء بتاعه بالدرك and the best time like I said sleep in the time is the night the best time to worship Allah subhanahu wa ta'ala in the night but not all the night